السلام عليكم سنتحدث في المحاضرة سنتحدث عن Introduction to Adaptive Immunity سنتحدث عن The Cell Mediated Immunity في الجزء الأولين من المحاضرة سنتحدث عن Definition of Adaptive Immunity L Mechanisms of Adaptive Immunity مثل ما أخذنا في Innate Immunity نفي سلز ومولكيول أي الحاجات الموجودة في Adaptive Immunity وإيه الخاركتر of Adaptive Immunity والتي بتميزها عن Innate Immunity وإيه العلاقة ما بين Innate و Adaptive Immunity Definition of Adaptive Immunity It's Inducible Specific Immune Response to Particular Antigen هي Inducible وSpecific Inducible يعني مختلفة عن Innate أو اللي الواحد موجود بها دي مناعة الواحد بيكتسبها نتيجة لأن هو اتعرض في حياته لانتجينز مختلفة فبالتالي هي مختلفة من الشخص للتاني حسب كل واحد اتعرض لأنهي او لقدر الله لواحد جاله تيومر معين بيكون له specific immune response للانتجين ده طيب أي الميكانيزمز أو components بتاعة هتتكون من جزءين كبار اللي هما humoral immunity والcell meditated immunity معناها حاجة فيها molecules المولكيول الموجودة في adaptive immunity المقصود بيها الأنتيبوتز أو الأجسام المضادة ودي بتطلع من B lymphocytes وفيه cell meditated immunity وديا meditated عن طريق cells اللي هي هنا عبارة عن التي سيلز اللي حصل لها نتيجة لأن الواحد اتعرض لي specific طيب ايه فايدة كل من الكمبوننت اللي قلنا عليها احنا عارفين ان في نوعين من المايكوبس في اكسترسليلر مايكوبس وانترا سليلر مايكوبس اكسترسليلر مايكوبس زي البكتيريا وزي الفانجاي دي بيحصل لها وبتعيش تقدر تعيش برة الخلية مش محتاجة انها تبقى جوه الخلية بتاعة الهوست وفي انترا سليلر مايكوبس اللي هي زي الفيروسز دي دي ما تقدرش تعيش غير في الخلية بتاعة الهوست لان ما تقدرش تعمل ريبليكيشن لوحدة بنسبة للمايكروبس الاكسرا سيليلر دي ماينلي اللي بيتعامل معها البي لينفوسايد بانه هي respond by secreting antibodies الانتيبادز دي بتخلص الجزء من الاكسرا سيليلر مايكروبس وبلوك الانفكشن باي الاكسرا سيليلر مايكروبس اما الانترا سيليلر مايكروبس دي زي الفيروسز دي بيتعامل معها نوع من التيلينفوسايد اللي هو التيلينفوسايدز اللي هي نوعين كبار هلبر تيلينفوسايدز وسيتوتوكسك تيلينفوسايدز سيتوتوكسك من اسمها يعني بتبقى توكسك للخلاية بتعمل سيتوتوكسيستي او سيطوليسز يعني بتعمل للايسز للانفكتد سيل بالفيروس اللي جواها او للتيومر سيل فدي مينلي بتتعامل مع الحاجات اللي هي فيها انترا سيليلر انتجنز زي الفيروسز وزي انه يبقى السيل دي حصل فيها ماليجنان ترونسفورميشن وتحولت او كونات لتيومر في نوع تاني من الانتجنز احنا قلنا لايه الاكسترا سيليلر انتجنز زي المايكروبس في بعض المايكروبس زي المايكروبكسيران تيبركلوزز اللي هي الميكروب اللي بيعمل الضرن وبعض المايكروبس التانية تقدر ان هي هي اكسترا سيليلر يعني بتعيش برا الخلاية لكن تقدر برضو ان هي اا اا تعيش جوه الخلية يعني هي مثلا حصل لها فاكو سايتوزز بالماكروفيجز يحصل لها مالتبليكيشن جوه الماكروفيجز واسكيب الفاكو سايتوززز فما تقدرش الماكروفيجز ان هي تتخلص منه طيب الجسم بيتخلص منها ازاي؟ هنا بيبقى مهمة او الهيلبر تي لمفوسايتز ان هي بتطلع كيميكالز معينة بسميها سايتوكاينز سايتوكاينز دي بنسميه بنقول عليها كيميكال ميسنجرز او مرسال ما بين الخلايا بيطلع من بعض الخلايا ويروح لخلايا تاني في المناعة يدي افاكت معين يعملها سايتوكاينز الهيلبر تي لمفوسايتز بتطلع سايتوكاينز بتروح للماكروفيجز اللي جواها المايكوباكتيريا متوبلكلوزز واستيميوليت الفاكو سايتوزز تحسن الفنكشن بتاعتها وتعمل لها اكتيفاشن فتقدر تتخلص من الميكروب اللي موجود جواها لمش قدر تتخلص منه يبقى دي عندي الكمبوننز بتاعت الادابتف ايميونيتي قلنا في هيومرال وسيل ميدييتد الهومرال بتتعامل مين لي مع الحاجات الاكسترا سيلولر زي البكتيريا السيل ميدييتد دي بتتعامل مع الحاجات اللي هي انترا سيلولر سواء كانت زي الفيروس ودي تتعامل معها السايتوتوكسك تي لمفوسايتز او حاجة اكسترا سيلولر بس تقدر لها القدرة ان هي ملتبلاي جواه خلايا انا اقول عليها فاكلتيت في انترا سيلولر اللي هي كان اسكيب الفاكو سايتوزز تهرب من الفاكو سايتز وتعيش جوا الفاكو سايتز في حصلها ملتبليكيشن جوا الماكروفيجز تحسن الفاجوسيت وتساعد الماكروفيجيز على انها تتخلص من الانتجينز طيب ايه بقى الكاركترز of adaptive immunity اول حاجة ان هي highly specific يعني ايه لو بصينا في الصورة من تحت عندي ثلاثة انتجينز ثلاثة بروتين انتجينز انتجين A و B و C الثلاثة انتجينز هنلاحظ ان فيه structure common ما بينهم او ايبيتوب common اللي هو لونه وازرق وفي ايبيتوب مختلف ما بين الثلاثة انتجينز اللي هما A و B و C لو افترضنا ان هما نفس الحاجة عن نفس البروتين بس كل واحد موجود في ارجنازم غير الثاني الانت اميونيتي هتشوف الثلاثة دول ازاي والادابتف اميونيتي هتشوف ازاي الادابتف اميونيتي هتشوف التفاصيل هتشوف الابيتوب اللي هو يونيك لكل واحد من دول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الانتجين B وفيه انتي باضي ثالث هيتكون لليه الابيتوبل اللي هو لون وبربل اللي في انتجين C زي ما انت شايفين في الصورة وتلاتة انتي باضي تغير بحر انما الانيت اميونيتي زي ما انتشايفين في الصورة على الشمال بتتعرف على الانتجين عن طريق الباترن كو بنشن اللي هي زي ما قلنا بتشوف الحاجة المشتركة هتشوف ان ده لايبوبوليساكرايد او ان ده بتايد وجلايكان لكن مش هتشوف الحاجة المختلفة من أورجنزم للتاني مش هتقدر تميز الأنتجن A من B أو C هي شايفة أن هم حاجة واحدة حاجة غريبة عن الجسم لكن ما تقدرش تقول ده مين إنما الأدافت في إميونيتي فيه في البي والتي سيل لكل إبيتوب لأن كل بي أو تي سيل بيبقى عليها ريسيطور سبيسيفيك فور سينجل إبيتوب وبالتالي أنا عندي مليون أوف لينفو سايدز لها سبيسفيستز كتيرة جدا وده بيخلي الأدافت في إميونيتي بتتميز بإن فيها وتنوع كبير جدا لأن عندي بي و تي لينفو سايدز لمليونز أوف أنتجن الكاركتر اللي بعد كده اللي هي لونج ميموري إنه لما البي والتي لينفو سايدز بيحصل إنفكشن مثلا يشوفوا الأنتجن لأول مرة بيحصل أكتيفاشن للبي والتي لينفو سايدز تديني الفانكشنز بتاعتها تطلع أنتيبادز أو تطلع سايتو كاينز وتخلص الجسم من الحاجة الغريبة اللي دخلت في نفس الوقت بيتكون ميموري بي و ميموري تي لينفو سايدز لأنتجن ده لما بيتعرض الجسم مرة تانية لنفس الأنتجن نتيجة لري كارنت أو سبسيكونت إنفكشنز بيتدي الميموري بي و تي لينفو سايدز يحصل لهم رابد اكتيفاشن ويدوني فاستر ريسبونس عن الوقت اللي خدته أول مرة لما تعرضت لإنفكشن ده الكاركتر اللي بعدها إن يعني في بي و تي لينفو سايدز تقدر تشوف الانتجنز السلف الموجودة في جسمي وتقدر تشوف الحاجة الانتجنز السلف اللي هي مش موجودة في الجسم سواء كانت بكتيريا مثلا فيروس فانجايت يومرز طب إزاي بيحصل ده هل في بي و تي لينفو سايدز تقدر تشوف الحاجة السلف انه أثناء الديفلوبمنت بيتكون بي و تي لينفو سايدز سيفيك لكل حاجة في الدنيا سواء كانت الانتجنز دي موجودة في جسمي أو برا جسمي بتتكون بشكل عشوائي البي و تي لينفو سايدز قبل ما الواحد يتعرض للانتجنز دي بس الفكرة انه أثناء الديفلوبمنت البي و تي لينفو سايدز اللي هي ري اكت مع الحاجة السبسيفيك او اللي هي مع الحاجة اسفى السلف او اللي هي سبسيفيك للحاجة السلف لازم الجسم بيتخلص منها لانها لو فضلت قاعدة هتحاجم جسمي وتعمل اوتو اميون ديزيزز اما الحاجة النون سلف دي بتفضل او بيبقى مسموح لها ان هي تروح للبريفيري وان هي تعمل الشغل بتاعها لما بيخش انفكشن او حاجة غريبة اذا البي و تي لي هتقدر التميز الحاجه سلف والحاجه النون سلف للي عاب watery receptors اللي احنا اخدناها قبل كده هي Pattern Cognition Receptors اللي هي تقدر تتعرف على الحاجات اللي هي الغريبة عليه جسم لكن ما بيتميز الحاجه اللي جوه الجسم يعني تقدر تشوف في الببثايدوجلاي كانت تقدر تشوف الحاجه فى ال او ال او او غال فيورس تقدر تشوف في البناتشيز الفكونجيا او فى البكتيريا لكن ما تقدرش تشوف الحاجات الموجوده فى الجسم او الحاجات السلف احنا كده خدنا الـ characters of adaptive immunity عيداكو بقى تفكروا لوحدكو ايه الفرق بين الانيت والـ adaptive immunity قبل ما ابتدي اقولكو عليها يعني مثلا الـ diversity احنا اتفعنا انه الـ adaptive immunity فيها high diversity فيها تنوع كبير جدا وده جاي من النقطة اللي بعدها اللي هي الـ specificity الـ adaptive immunity فيها high specificity في BUT lymphocyte specific لكل الـ epitopes اللي ممكن تتخيلوها الموجودة في الدنيا سواء كانت الـ epitopes دي self او non-self الكلام ده مش موجود في الـ innate immunity الـ innate immunity زي ما اتفقنا ان هي not specific او لو حبينا نبقى دقة شوية ممكن نقول ان هي فيها primitive او broad specific يعني ايه primitive بداية او broad انه زي ما قلنا ان عليها receptors اللي هي pattern recognition receptors دي بتقدر تشوف ان في receptors تشوف الـ peptide و glycan في receptors تشوف الـ coke acid في receptors تشوف الـ DNA بتاعت الـ viruses او RNA بتاعت الـ viruses لكن not that specificity الموجودة في الـ adaptive immunity انا متقدرش تقول ان دي staff aureus او ان دي ايكولاي او ان دي كليبسيلا لكن تقدر تقول ان في جرام بوزيتف كوكاي ان في جرام نيجاتف بتاعت العشان كده بقول عليها لو عايزة بقى دقيقة شوية اقول انها broad او primitive specific وبالتالي الـ diversity الموجودة في الـ innate immunity limited مش high diversity زي الموجودة في الـ adaptive immunity النقطة اللي بعد كده اللي هي response time الوقت اللي بياخده كل واحد منهم الـ innate immunity طبعا في خلال دقايق بيحصل الـ response انما الـ adaptive immunity بتاخد ايام على ما الـ B و T lymphocytes اللي هي specific الانتجن بيقدر ايلاقيها الانتجن يعود يلف لحد ما يلاقي الـ B lymphocytes والT lymphocytes اللي هما specifically فده طبعا بياخد ايام مش زي الـ innate immunity زي ما قلنا ان هي broad specificity اي حتقدر تشوف اي جرام بوزيتف باسل لاي او اي جرام بوزيتف كوكاي او اي جرام نيجاتف باسل لاي تقدر تشوفها وتتعامل معها without specificity زي الـ B و T lymphocytes فبالتالي response time في الـ innate immunity بيكون سريع جدا الحاجة اللي بعدها duration لما حطها الـ activation للـ innate والـ adaptive immunity duration of response هيقعد قد ايه الـ innate immunity هتقعد ايام انما الـ adaptive immunity هتقعد الوقت اطول هتقعد لشهور او ممكن سنين بالنسبة للـ potency من اقوى اكيد طبعا الـ adaptive immunity اقوى وتقدر تتخلص من الحاجة لما قدرتش الـ innate immunity انها تتخلص منها فهي اقوى من الـ innate immunity وبتقعد فترة اقوى الفرق اللي بعد كده هو وجود الـ memory زي ما اتفقنا ان الـ adaptive immunity فيها memory cells بتتكون لما بيحصل activation للـ B و T lymphocytes انما الـ innate immunity ما فيهاش memory وده السبب في الفرق اللي بعد كده هو response to repeated infection with the same antigen يعني لو حصل ان الواحد اتعرض لنفس الـ antigen نتيجة مثلا لـ recurrent infection ازاي هيتعامل معا الـ innate والـ adaptive immunity الـ adaptive immunity هلاقي الـ response اسرع وهيبقى احسن واقوى من الـ first response انما الـ innate immunity كانها بتشوف الحاجة الاول مرة هتتعامل معاها بنفس الـ level وبنفس الوقت اللي هتاخده في response time هو وهو اخر حاجة discrimination between self and non-self زي ما اتفقنا ان الـ adaptive immunity can discriminate between self and non-self تقدر تشوف الـ antigen self وتقدر تشوف الحاجة non-self ده ليه لان عليها receptors للـ self و receptors non-self في B cells و T cells specific للـ self-antigen وفي B و T cells specific للـ non-self-antigen وكل واحدة عليها receptors specific هو ده اللي بيحدد الـ specificity بتاع الـ B و T lymphocytes بس زي ما اتفقنا الـ cells اللي عليها receptors للـ self-antigen دي المفروض الجسم بيتخلص منها أثناء الـ development عشان ما يحصلش autoimmune disease بالنسبة ليه innate immunity can discriminate between self and non-self receptors اللي عليها اللي هي pattern cognition receptors only recognize من الحاجات اللي هي non-self بس زي ما اتفقنا structures اللي هي تميز البكتيريا أو الفيروس او فانجاي دي هيا اللي بتشوفها الـ innate immunity ما بتشوفش الحاجة الـ self زي الـ adaptive immunity يبقى انا لو سألتوا كل will the innate and adaptive immune cells respond with the same level each time they encounter the same antigen هتقولوا ايه طبعا زي ما احنا لسه قيلين innate immunity are with the same level of response بنفس القوة ونفس الوقت اللي هتاخدو كأنها بتشوف الـ antigen الاول مرة إنما الـ adaptive immunity response هيبقى أسرع وهيبقى أقوى من أول مرة شاف فيها الـ antigen طيب السؤال البعاكيه ده مهم جدا من الحاجات اللي هي بتشوفها كتير في الامتحان اللي هي what is the bridge between innate and adaptive immunity ايه الرابط او ايه اللي بيربط ما بين الـ innate والـ adaptive immunity لما يجيلي سؤال زي كده لازم ابقى فاهم انه هو بيقولي bridge ما بين الـ اتنيني يبقى لازم يبقى عندي فيه طرف في innate immunity ونحية التانية adaptive immunity ما يبقاش كل كل كلامي على innate immunity على adaptive immunity حاجة تربط الـ innate بالـ adaptive وده هنقوله دلوقت في السلايدي كده ايه أمثلة بقى على الـ link between innate and adaptive immunity مثلا خلي بالكو زي ما اتفقنا ان انا لازم هقول حاجة innate وحاجة adaptive عشان يبقى فيه link يعني مثلا انا عندي الـ B lymphocytes احنا عارفين انها بتطلع الـ anti-bodies انتوا لما اخذتوا الـ innate immunity هل الحاجات اللى كان فيها انتادا لها علاقة بالـ innate immune cells لو تفتكروا لما اخذتوا الـ nutrial killer cell مثلا احنا عارفين ان الـ anti-bodies هتروح تمسك الـ antigens الموجودة على Performance squares أو على tumor cells. مين اللي بيتعامل مع virus infected cells والtumor cells اللي هي natural killer cells. طب اعلقتها بالantibodies الantibodies ليها receptors موجودة على natural killer cells اللي هي fc receptors. لما بتمسك الantibodies اللي هو ماسك في virus infected cell أو tumor cell يمسك فيه receptors موجودة على natural killer cell. الnatural killer cell تبتدي تعمل cytotoxicity للvirus infected cells والtumor cells يبقى فيه cytotoxicity dependent أو معتمدة على الantibodies اللي بسميها الADCC أو الantibody dependent cell cytotoxicity يبقى دي علاقة ما بين ال B cells والnatural killer cells نفس الكلام بيحصل مع ال macrophages. الantibodies عملت coating لcells أو عملت coating لantibodies صغيرة أو cells صغيرة. لو الantibodies صغيرة أو cells صغيرة هتروح بعد كده تمسك على ال fc receptors الموجودة على الماكروفيجز. فالماكروفيجز لو تقدر تعمل لها phagocytosis عشان هي صغيرة. يبقى هتعمل phagocytosis ده اللي هو بسميه opsonization. لو هي كانت حاجة كبيرة parasite أو حاجة خلية كبيرة tumor cell virus infected cell هي مش قادرة تعملها phagocytosis. هتطلع اللي هي برضو ADCC يبقى هنا فيه زي ما اتفقنا طرف innate وطرف adaptive يعني انا هنا لو قلت phagocytosis يبقى ده مش لينك لو جات في سؤال وقلت لي phagocytosis غلط. لكن opsonization صح. لان phagocytosis عندي ماكروفيج عملت phagocytosis الانتجين اللي موجوده خلاص. لكن ما جبتش تيرة حاجة في الادابتف امينت. لكن لما اقول انت بعد اذا عملت coating لانتجين او فيروس infected cell او ان كان السل والماكروفيجيز او ناتشل كيلر سل طلعت وحصل الادي سي سي ده link between innate and adaptive امينت. خلي بالكم الحكاية ده عشان بتغلطوا بها كتير. الحاجة التانية او المثال التانية بقى بدل البي سيلز المراضي عندنا T-helper 1 الناتشل كيلر سيل ايه علاقتها بالT-helper 1 لو تفتكروا خدتوا ان الناتشل كيلر سيل بتطلع منها الجاما انترفيرون وده مهم جدا في انه يحصل اكتيفاشن للT-helper 1 الحاجة التانية للT-helper 1 برضو هتاخدوا لما هتتكلم على هتاخدوا ان الT-helper 1 بتطلع زي الجاما انترفيرون والانتر لوكين 2 دول بيعملوا اكتيفاشن نفس الكلام مع الماكروفيجز الماكروفيجز بتساعد في اكتيفاشن بتاع T-helper 1 ومهمة جدا ازاي؟ انها بتعمل حاجتين حاجة انتو خدتوها في الفونكشن بتاعة الماكروفيجز انها بتعمل للانتجين لانتجين زي ما اتفعنا انه ما بتقدرش تشوف الانتجين لوحدها لازم حد يقدمه لها فمن ضمن الانتجين هي الماكروفيجز زائد ان الماكروفيجز بتطلع مهمة له الانتر لوكين 12 ده مهمة للاكتيفاشن بتاع الT-helper 1 الT-helper 1 برضو بتطلع جاما انترفيرون ده مهمة للاكتيفاشن وبيحسن الانتجين انه يطلع على السطح بتاع الماكروفيجز عشان تعمل الانترفيرون جاما الانتimentos بيطلع من الـ T-helper 1 مهمة جداً في الـ function بقول تاني اخلي بالي ان دي مجردا امثلة اعنا مش معنى ان انا قلت ان هتطلع جاما انترفيرون والجاما انترفيرون وان تعمل اكتيفاشن الـ T-helper 1 او Ohl n-T-helper 1 بتطلع الفلانية اللي تعمل بالاكتيفاشن ا증ان الانتجين 뭐 هيحصلهاش اكتيفاشن غير بالتوف appointed او ان T-helper 1 ما حصلهاش اكتيفاشن غير بالجامع انترفيلون لا انا ايلى بس الامثلة اللي بتربط الانيت بالادابتف اميونيتي خلي بالي عشان كتير بتسأله في السؤال ده احنا كده خلصنا introduction to adaptive immunity هنبتدي بقى نتكلم بالتفصيل على الهيومرال او اللي بقول عليها بيس المدييتد اميونيتي المحاضرة دي ان شاء الله هناخد اول جزء بس في الهيومرال اميونيتي هنتكلم فيه على الكاراكترز اوف b lymphocytes وعلى functions of b lymphocytes الاول ازاي اكتشفوا b lymphocytes اول مرة اكتشفوها كان في chickens لما لقوا البي سيلز دي موجودة في سايت اسمه بيرسا of fabricus ده مكان زي بالضبط bone marrow في الماملز هو المكان المسؤول عن الهيماتوكيسيز او تكوين البلاد سيلز اللي همن ضمنها البي lymphocytes ده سايت مهم جدا for the development of b lymphocytes in chicken ويقابله زي ما قولنا عندنا اللي هو البون مارو عشان كده سموها b lymphocytes نسبة للبيرسا of fabricus البي lymphocytes تمثل 15 to 20 percent of circulating lymphocytes والlife span بتاحها بيبقى اقل من t lymphocytes من الحاجات المهمة جدا والاسئلة المهمة اني فيه surface markers او surface molecules عشان تبقى فهمته ايه الفانكشنز بتاعتها وتقولوها من غير ما تبقى خفزينها اول جزء عندي احنا اتفقنا انه البي والتي lymphocytes دي فيها ديفيرست كتيرة وان هي فيها specificities لكل الانتشنز اللي في الدنيا سواء كانت حاجات self او non-self والاسبيسفستي دي جاية من ان الثيرتس تا البي سيل او التي سيل عليه receptors specific لكل انتشنز فيبقى اول مولكيول موجود على البي سيلز هو البي سيل ريسبتور وده فايدته ايه انتشن specific recognition طالما فيه ريسبتور يبقى لازم يبقى فيه signal transduction complex يعني ايه transduction مولكيول او signal transduction complex اللي الاشواره للسلي قولها ان فيه حاجة مسكت فوق فيه الرسبتور فابتدي يحصل لها activation وتعمل response بتاعي فانا عندي الاول فيه بي سيل ريسبتور وفيه بي سيل signal transduction molecule هنتكلم سلايد جاي بالتفصيل شوية على structure بتاع الاتنين دول بي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور signal transduction molecule زي ما انتو شايفين في الصورة العشمال من تحت كده دي البي سيل ريسبتور الموجود على بتاع البي سيل وفيديته زي ما قلنا انه هيتعرف على الانتجينز الموجودة في الجسم الغريب اللي دخل او كان ايا كان ممكن يكون حاجة self انتجين طيب البي سيل ريسبتور ده طبيعته ايه او ايه بتاعه هو عبارة عن اميونو جلوبيلن عادي جدا انتيباد احنا هناخد بعد شوية من الانتيباد دي او الليها انواع خمس انواع من ضمنهم حاجة اسمها اي جي دي واي جي ام فهو بتاعه بالزبط مع اختلاف بسيط زي بالزبط ايه الاميونو جلوبيلن العادي انهي نوع من الاميونو اللي هي اي جي دي واي جي ام طب هنا هتلاقوني كتبة البيسل ريسيبتور اي جي دي اند مونوماريك اي جي ام يعني اي مونوماريك يعني وان مولوكيول من الاي جي ام لانه هو الاي جي ام اللي موجود في السيركيوليشن بيبقى بنتاماريك يعني متكون من خمسة مولوكيولز من الاميونو جلوبيل المسكين في بعض وهنشوف كده بعد شوية انما اللي على السيرفز بتاع البيسيل بنركز عليها نخلي بالي لما هناخد التي سيلز وبرضو جات سرتها في يمكن ممكن تكون جات سرتها معاكم في الانت اميونيتي انه التي سيلز ما بتتعرفش على اي انتجنز وخلاص هي ما بتتعرفش غير على البروتين انتجنز ولازم تكون كمان presented ب انتجن presenting سيل غير كده التي سيلز مش هتشوف اي انتجنز انما البي سيلز لها القدرة على انها تشوف البيساكرايت وتشوف كمان الليبيد واكيد البروتين طيب هل بتحتاج زي التي سيلز ان هو يبقى زي ما انتو شايفين في الصورة كده التي سيلز بتحتاج انه الانتجن تاخدوا الانتجن presenting سيل زي الماكروفيجز وزي الديندريتيك سيلز تكسروا لفرجمنت صغيرة وتعمل لها التي سيل مش هتشوف اي حاجة غريبة دخلت لازم يبقى ببتايد او بروتين انتجن حصله بروسسنج بانتجن presenting سيل وقدمها لالتي لينفوسايت طب هل البي لينفوسايت كده لأ زي ما انتو شايفين في الصورة اللي على الشمال التي سيل ريسيبتور شاف الانتجن مباشرة على المايكرو ارجنزم اللي داخل محتاجش انه يبقى في انتجن processing و مهمة قوي جدا الفروق ما بين البي سيل والتي سيل والفرق ما بين البي سيل ريسيبتور والتي سيل ريسيبتور زي ما انتو شايفين قلنا البي سيل ريسيبتور كان الانتجن لها في أي كميكال سيطر كان بروتين او لنما الت لازم يكون الانتجن على احنا عرفنا كده الستركشور بتاع البي سيل ريسيبتور طيب ايه بقى السيجن ترانسدكشن كومبليكس هي البي سيل ريسيبتور ما بتقدرش انها تنقل السيجن لجوة الخلية لان الجزء الانترا سيل بتاعها بيكون قصير بيبقى معيها سيجن ترانسدكشن كومبليكس فايدته ان هو ينقل السيجن او الاشارة ان هو يقول ان في حاجة مسكت فوق في البي سيل ريسيبتور عبارة عن ايه ده عبارة عن جزء الاولاني اللي هو بالاورنج زي ما انت شايفينه في الصورة اللي هو عبارة عن وفي كور ريسيبتور اللي هو عبارة عن cd19 cd21 and 81 cd19 ده يونيك مارك زي يعني لو انا عايز ادور على البي سيل علشان ريسيرش او عايز اشتغل عليها يبقى انا هدور على الخلايا اللي عليها cd19 مهم او ان اعرف كل خلايا عندنا ايه الماركر يميزها زي ما قلنا يعني مثلا ماركر مروفيجز اخدتوا انه اليونيك ماركر بتاعها اللي هو cd14 لو عايز ادور على ال t سيل هتاخدوا اللي هو cd3 والcd4 والcd8 يعني كل خلايا بيبقى لها حاجات مميزة لها لما بيجي ادور على الخلايا عشان اشتغل عليها بيدور على الماركر ده حاجة تانية اللي هو زي ما قلنا cd21 و81 cd21 ده لي حاجة تانية تميز انه هو بيمسك في وناخد ايه فايدة الكلام ده لما هنتكلم الفانكشنز of b lymphocytes في two فانكشنز مهمين حاجة اللي هي اعمالين نقولها من اول محاضرة اللي هي ال heumeral immunity او antibody production وطبعا الantibody ده بقى هو اللي بيعمل حاجات كتيرة هنقولها بعد شوية يعني كلمة heumeral immunity دي طبعا كلمة brought الفانكشن التانية المهمة هو active antigen presenting زي ما اتفعنا انه T-cell ما تشوفش البروتين antigen الا لما يكون processed على antigen presenting cell فالبي lymphocytes من ضمن الantigen presenting cells مع ال macrophages السؤال ده انا احطاه عشان اوضح لكم اكتر اهمية الموجودة على الخلايا والجهاز اللي انا بستخدمه عشان ادور على السلز والماركر اللي قلنا عليه هو السؤال بيقول the blood from an 8 year old boy was analyzed by flow cytometry the cells were treated with antibodies to various cell surface markers before they were evaluated by flow cytometry which of the following markers would identify the B lymphocytes in the sample وخطت لي markers كثيرة cd3 408 19 وcd56 هي الفكرة هنا زي ما انتو شايفين في الصورة انه هو جاب عينة والعينة دي دخلها في جهاز اسمه flow cytometry ده عبارة عن جهاز لتكنيك معينة وفيه fluid تحت ضغط معين بتخلي الخلايا اللي في العين تعدي واحدة ورا واحدة لما بتعدي كل الخلايا لوحدها كده اقدر اعمل لها من حيث ومن حيث ومن حيث ومن حيث كمان الماركرز الموجودة عليها طب الماركرز الموجودة عليها دي الجهاز هيشوفها ازاي انها ببقى حطة زي ما انتو شايفين في الصورة مع الخلايا حطة لكل ماركر يعني حطة هنا ممكن احط كمان حسب الحاجة اللي انا بدور عليها وعمل ل بحاجة اللي ازق فيها بحاجة بتدي كل واحدة هتدي فلورسن صغير التاني عشان الجهاز يشوفهم غير بعض وبعدخلهم على الجهاز بتاع الفلو سايتومتري وابتدي ادور على الفلورسن اللي انا عايز اشوفه بتاع الماركر اللي بدور عليه فهو هنا بيسأل بيقول لو انت عايز تدور على البي لمفوسايت هتدور على انهي ماركر من الماركر دي هل سي دي سري ولا ات ات ولا ات زي ما اتفقنا احنا بندور هنا على ال cd19 هو بتاع البي لمفوسايت التلاتة والاربعة والتمانية دول بتوع التي سيل الفورتين بتاع الماكرو فيجز وال 56 ده بتاع ال ناتشو كيلر سيل احنا كده خلصنا اول جزء في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على والجزء اللي احنا قلنا هنستنى عليه شوية بتاع الماركرز هنتمل الماركرز الموجودة على الجيسل وهنبدأ في جزء صغير في النونو جلاب نونو ان شاء الله